موسيقى وإذا لم يتم اكتشافها مبكرا يمكن أن يحدث ضرر شديد قد يصل إلى الوفاة لقدر الله وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم أبرز الإشارات التي يمكن أن تتنبأ من خلالها بوجود مشاكل في الكبذة والتي تستوج بالانتباه والعلاج الفوري من أعراض مرض الكبذ الشعور المتكرر بالتعام من بعض الأنشطة البسيطة اليومية والشعور بالخمول ووجوب الحصول على الرحى كما يعتبر مؤشرا مهما على ارتفاع نسبة المواد الضارة والتي تعتبر أكبر من قدرة الكبذة لإخراجها من جسمك بما أن الكبذ يفرز أنزمات تسعيد للهضم فإن مرض الكبذ يؤثر لكمية المواد التي يتم إفرازها وبالتالي لا يتمكن جسمك من الهضم بصورة طبيعية ويؤذي ذلك إلى اختلال في الشهية كما ينجم عنه فقدان الوزن يذهب الطيراب المعيدة بصورة الشعور بالغتيان المستمر وتكرار التقيع وفي بعض الأحيان تظهر أعراض الغتيان في حال وجود أمراض أو أسباب أخرى أبرزها الحمل والصداع والتسمم إلا أنها تظهر بشكل غير مصمرة وربما غير حاذة لهذا يتوجب القلق على وضع الكبذ في حال تكرار هذه الأعراض لمدة زمنية طويلة لأنها قد تدل على وجود الخلل في نظام الكبذة كما ذكرنا سابقا فإن للكبذ دورا نساسيا في عملية الهضم السلس للطعام وبطبيعة الحال فإن أي خلل يصيب الكبذة سيؤثر سلبا على أمية الهضم السلمة والطبيعية كما تظهر عدة أعراض لمرض الكبذ مثل ألم المعدة المتكررة والإمساك وعسر الهضم بالإضافة إلى أمرض متعلقة بالقلون العصبي عند قيام الجسم بعملية الأيضة ينتج عنها مادة البلوروبين والتي يقوم الكبذ بالتخلص منها وفي حال وجود مشاكل في الكبذة لا يتمكن من التخلص من هذه المادة مما يؤدي إلى تركمها في الجسم والذي يظهر تأثيرها لعدة أمور منها تغيير لون البول حيث يظهر داكنا أكثر من المعتاذة يؤدي عدم قدرة الكبذة على التخلص من مادة البلوروبين إلى تركمها في الجسم والتي تعمل على الميالان لون الجلد والعينين إلى الأصفر وتعرف هذه الأعراض أيضا بمرض اليارقان وفي بعض الأحيان فإن مرض اليارقان مرتبط بأمراض أخرى تتعلق في البنكرياس أو المرارة يحدث احتباس السوائل عند وجود السوائل عالقة في أنسجة وشرائن الجسم كما وتظهر أعراضها بانتفاخ الجلد في بعض المناطقة كما ويعتبر احتباس السوائل عالقة على العديد من الأمراض والمشاكل في الجسم غير أعراض أمراض الكبذة من التلكيل والقلب والهرمونات وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن متابعة وإلى لقاء